الاخبار ماتش الاهلي والمقصاي طبعا الاهلي رجع بعد الغياب طويل من الدوري ماتش من السهل غيابات عندنا كتير عندنا غيابات عندنا علي معلول وعندنا أحمد عبد المنعم وعندنا أهلي بمن حضر أكيد طبعا في بس عندنا غيابات ده ما يعني ما يقللش من تأثير الغيابات ديات على الفريق طبعا يعني محمد عمان عم وأيمن أشرب بردو محمد عمان عم كلهم حاجة بسيطة الحمد لله أيمن وعندنا وليد لسبب فنية يا شنوة موجود الحمد لله، شنوة موجود ده أول مطش إن شاء الله بإذن الله يكون عند الموعق كده وحشنا الشنوة الحياة كتير وحشنا جدا بيفرق معنا الشنوة كتير، وتحدي كبير بقى الرجل بيتس موسماني الدوري، جمهور النادي الأهلي وحشو الدوري بس أنا عند تعليق صغيرة على بيتس موسماني كتير، أنا مستغرب جدا جدا من الناس اللي لسه مش حط أديها مليون في المية إن موسماني مدرب نغبة في أفراج من المدربين النغبة الكبار في أفراج باتس موسماني مدرب كبير مدرب فاهم ما راح للعبة كلها مدرب عنده مرونة كبيرة قوي قوي في حتة إنه هو أما بيفكر يلعب جيم في التلت الأول من ملعب بيقدم جيم هائل جدا أنا بيفكر يلعب جيم في التلت المتوسط في الملعب بيقدم جيم كبير بيفكر يلعب جيم في التلت الأخير زي ما شوفناه في مطش الهلال بيقدم جيم كبير جدا فبيتسو موسماني الحقيقة أنا مستغرب الناس اللي لسه شايفان بيتسو موسماني خلي كل واحد يقول رأيه قائد كبير فني ومدرب من النغبة مش واخت حقه كابتن أنا أتمنى دائما أن أقول رأيي في الكويس وفي الوحش بمعنى أنه لما يبقى كويس أقول أنه كويس زي ما أنت بتتكلم كده أقول أنه هو رجل كويس وراجل عامل ومن النغبة ووي 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 ولما يبقى وحش أنتقده فنياً ده فيه استوديوات تحليلها كابتن لو تعادل مطش في الدوري أو في الكاس مطش طبيعي جداً أي فريق ممكن يتعثر وأي فريق ممكن يتعثر يا رجل بعد مطش الهلال يا رجل في ظل اللي إحنا فيه ده كله بيطلعه هناك شو مدى 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 حقية موسماني بتدريب النادي الأهلي يعني هل ده يعقل بيتسو موسماني حضرتك قلتك ما لو هو سبق شعر ويعني ملونة كان بيتسو موسمانيك كان بشكل تاني خالص لكن اللي بيقدمه الرجل ده شيء كبير شيء كبير سواء عن مصال الأرقام أو مصال الفنيات أو مصال تطوير اللعيبة أو مصال مرحل اللعب الأهلي بيقدم كورة متنوعة اكتكام عباد سموسمانيك